ادت الفيضانات الناجمة عن الامطار الموسمية التي بدأت مطلع يونيو في باكستان الى سقوط 1061 قتيلا على ما اظهرت حصيلة جديدة صادر الاثنين عن الهيئة الوطنية لادارة الكوارث وقالت الهيئة ان 28 شخصا قدوا في الساعات الاربع والعشرين الاخيرة فيما لا تزال السلطات تحاول الوصول الى بلدات معزولة تقعوا في مناطق جبلية في شمال البلاد ونقلت صحيفة دايلي ميل البريطانية عن مسؤولين قولهم ان الفيضانات الموسمية هذا العام اثرت على اكثر من 33 مليون شخص واحد من كل سبعة باكستانيين ودمرت او الحقت اضرارا بالغة بما يقارب من مليون منزل